استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وخلال اللقاء تم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والسيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن رئيس الوزراء القطري نقل للسيد الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين وهو ما باد له السيد الرئيس بالتحية والتقدير مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع حيث استعراض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية الخطورة البالغة لتصايد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع التجديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون تساعد دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة ترجمة نانسي قنقر